صدق البرلمانو وتركيا الخميس على قرار أعلان حالة الطوارئ الذي أعلنه رئيس رجل طيب أردوغان الثلاثاء الماضي إثنى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وقال أردوغان خلال زيارته التفقدية إلى ولاية كيليس على الحدود مع سوريا إن الألاف من فرقية لغاثتها الدولية تساهم في عملياتها لانقاذ مشيرا إلى عزم بلاده لتكفل العاجل ببناء منازل للمنكوبين الزلزال أثر على منطقة تبلغ مساحتها 500 كيلومتر ويعيش فيها أكثر من 13 مليون شخص وذلك ما جعل عمليات الإنقاذ صعبة أكثر من مئة عامل والألاف من فرق الإغاثة الدولية والمنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية على الأرض يساهمون في الجهود لا داعي للقلق سنبني لمواطنين منازلهم بسرعة في ولاياتنا العشر المتضررة من الزلزال ولن نترك أي منهم دون مأوى